اشتركوا في القناة عراق أكثر تحديا ينتظر سفيرة واشنطن الجديدة لدى بغداد تسببت بإخلاء مئات القرى منظمة البككة الإرهابية مصدر خطر أمني وإنساني على العراقيين ودعوات لإخراجها هربتها موظفة في أمانة بغداد إلى مصارف وحسابات عربية هيئة النزاهة تسترد تسعة ملايين دولار من البنوقة اللبنانية أهلا بكم البداية من آخر التطورات الأمنية حيث أشار وزير الخارجية فؤاد حسين إلى أن الوفد الأمنية الذي زار طهران بخصوص القصف الصاروخي الذي طال أربيل خلص في تقريره لأن القصف لم يكن مبررا وذكر حسين في تصريحات صحفية أن الجانب الإيراني قدم مبررات دون دليل وقال فيها أن طائرات مسيرة حلقت من الموقع الذي تم قصفه في أربيل وقصفت موقعا بالقرب من مدينة كرمنشاه الإيرانية وأضاف حسين أن العراق يترقب زيارة لوفد إيراني بهذا الصدد قريبا في شأن آخر وصل وفد عسكري رفيع المستوى إلى قضاء سنجار التابع لمحافظة نينا وبهدف تفقد قطاعات الجيش ومتابعة أوضاعها هناك قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أوضحت أن الوفد ترأسه رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إضافة إلى عدد من القادة الأمنيين وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تفقد القوات الأمنية ومتابعة الوضع الأمني هذا وشهدت الليلة الماضية تجدد تبادل إطلاق النار بين عناصر البككة الإرهابية والجيش العراقي قرب مجمع خنصر ضمن قضاء سنجار مصادر أمنية شارت إلى إصابة عنصر من حرس الحدود العراقي بإطلاق نار من إرهابي البككة على دورية للحدود كانت في طريقها ضمن واجب رسمي مرت بالقرب من مجمع خنصر في سنجار في استياق ذاته جدد رئيس حكومة إقليم كردستان نسرور بارزاني دعوته لعناصر البككة الإرهابية إلى مغادرة أراضي الإقليم فيما وصف العلاقات بين أقليم كردستان وتركيا بالطبيعية بارزاني قال في تصريح صحفي أن أفضل خيار هو أن تغادر البككة أراضي الإقليم وتمارس نشاطها في مناطقها وأن تحل مشاكلها بعيدا عن كردستان معتبرا أن العنف لن يفضي لحل المشكلات بل أن الحوار هو السبيل الوحيد لذلك كما أشار مسرور بارزاني لوجود 800 قرية لا يمكن لسكانها العودة إليها بسبب وجود تلك العناصر الإرهابية كلما تأخر تنفيذ اتفاقه تفاقمت أوضاعه سوء قضاء سنجار تحول إلى ملاذ لإرهابي البككة والجماعات الإرهابية والخارج عن القانون المتحالف معه حتى أصبحت القوات الأمنية العراقية التي تقترب من القضاء هدفا لتلك الجماعات الأمر الذي استدعى عملية أمنية موسعة لاستعادة القضاء وتنفيذ اتفاقه الأمنية تزامن مع عملية عسكرية تركية تورف بقفل المخلب ضد تنظيم البككة الإرهابي لبسط الأمن يشهد قضاء سنجار توترات لعل آخر ثلاثة اجتباكات خلال أقل من 24 ساعة إثر مهاجمة جماعة البككة الإرهابية لعناصر من الجيش العراقي الأمر الذي يستدعي التعجيل بتطبيق بنود اتفاق سنجار الأمنية والإدارية الآن هناك صراع حقيقي على قضاء سنجار هناك قوات أجنبية موجودة على قضاء سنجار الأمن ليس فقط بيد القوات الأمنية هناك بصراحة قوات خارجة على القانون ومن ضمنها البككة وبالتالي أعتقد هذه المجامع المسلحة تعرقل عودة الخدمات إضافة لذلك لا يوجد استقرار إداري في القضاء منذ الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تشرين الأول من عام 2020 ما تزال بنود اتفاق سنجار معلقة في واحدة من عقد المناطق المتنازع عليها فالاتفاق ينص على إنها وجود الرهابي البككة والجماعات المسلحة الأخرى الخارجة عن القانون هو المهام الأول للحكومة العراقية عودة متأمين الأجواء المناسبة لهم ولكن كيف وإذا لم تتمكن الحكومة السيطرة على هذه المدينة وهناك فعاليات أخرى تقوم بإدارة المدينة وعليه فأن الوضع هو بين الاتفاق أربيل وبغداد هم المعنين في هذا الموضوع وليس جهات أخرى ولهذا يجب التحكم إلى الاتفاقية التي صارت بين أربيل وبغداد وعودة الحياة الطبيعية إلى مدينة سنجار قضاء سنجار موطن الأيزيديين تاريخيا يفوق عدد نازعيه ربع مليون نازع يتوزعون في مخيمات النزوح في دوهوك وأربيل واستدعوات بإعادتهم إلى مناطقهم المستعادة التي تركوها منذ سبع سنوات إبان سيطرة مخالب الشر الأسود عليها فهل ستكون هذه العمليات العسكرية منطلقا لبسط الأمن هناك من أربيل بشيرة الحسن قناة الفلوجة في صلاح الدين أفادت خلية الأعلام الأمني بمقتل عنصر إرهابي بعد اشتباك مع قوة أمنية في قضاء طوز خورماتو شمالية المحافظة الخلية ذكرت في بيان لها أن قوة أمنية ضمن قاطع المقر المسيطر في طوز خورماتو اشتبكت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مع عناصر إرهابية في وادي بين قرية عبود وبرحمل وأضافت الخلية أنه خلال تفتيش المنطقة صباحا اليوم تم العثور على جثة أحد الإرهابيين إلى ديالا حيث أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة فتح تحقيق وتنسيق واسع مع السلطات الأمنية للوصول إلى مقبرة جماعية ظهرت على ضفاف النهر وتداولتها مواقع التواصل دون الاستدلال إلى موقعها المكتب في بيان له أكد أن البحث مستمر للوصول إلى مصدر لمقطع الفيديو الذي نشر وتظهر فيه آثار مقبرة جماعية على ضفاف داخل نهر ديالا بعد جفافه وكشف المكتب عن ظهور مقبرة أخرى في ناحية خام بني سعد جنوب غرب بعقوبة لأن عدم ظهور المخبر عن المقبرة ورفضه الإدلاء بأي معلومات حالت دون الوصول إليها واكتشافها حتى الآن نفتلحنا حتى الآن نحفرنا نفتلحنا دون الوصول هنا هيا صفحة جميلة جميلة ثارثة شوفها هيدا شوف هيا متفلشة احنا وين ندقى النصفة حمي نا لا حمي بعيدة هيا والله وين لقيت المسافية تقريبا تدريش قيت لقيتها بالمئة متر وعي الجرف لقيتها شوف هيا سعى لقيتها هايت ثارثة النصفة هايت ثارثة دورة احنا ما اعتقد له لا والله والله اعتقد شنو ما تعتقد هاي الحظم ضعلي هاد نهايك هاد الحظم ماليك عجر شو قادر اللقيت ضلع ضع هاي الضع ضع هاد ما قلت لكم شبابة ناما نزل الماء قامت تطلع بهذه العياك العلمية هنا هذا هيدر هاد هيدر الى ذيقار ما تزال حالة التوتر الامني في قضاء الشطرة تتسيد الموقف هناك اذا اعلن قائم مقام قضاء الشطرة وصول قوة عسكرية كبيرة الى هناك للضبط الامن وذكر قائم مقام الشطرة حيدر غالبا احد الوية الجيش وصل الى مركز القضاء على خلفية الاحداث الاخيرة لافتن لان الجيش موجود حاليا بشكل مكثف عندما داخل المدينة اضافان قرار المحافظة بحظر التجوال في القضاء ما يزال سير المفعول مؤكدا ان هناك خطة امنية محكمة لغرض البدء بمحاسبة مفتعلية نزاعات العشائرية في الشطرة بدورهم اكد اعضاء في البرلمان عن ذيقار ان النظام في المحافظة مفقود وانها على صفيح ساخن داعينا رئيسة حكومة تصريف الاعمال الى تغيير القيادات الامنية فيها احنا كلامنا واضح الامر للسيد رئيس وزراء احنا مقادة امنيين احنا ممثلين للشعب اوصلنا الرسالة اذا كان الحل بتغيير قادة الاجهزة الامنية فنحن مع هذا التغيير لانه الوضع بشكل الحالي لا يمكن قبوله وذيقار الان على صفيح ساخن الارواح تزهق والنظام مفقود والقادة الامنيين هم جزء من هم جزء من هذا الوضع مالاسف يعني ياخذون عطوات عشائرية متخلين عن دورهم نعم احنا مع انه يصير تنسيق وتنظيم وترتيب مع الشيوخ العشائر الكرام لكن لابد ان ترى بعض المنفلتين لابد ان يروا النظام والقوة قوة القانون خارج سيطرة الدولة هكذا هو حال قضاء الشطرة منذ فترة بسبب نزاعات عشائرية مسلحة نزاعات تسببت باستشهاد عميد في استخبارات عمليات سومر خلال ادائه الواجب لفض النزاع وهو ما استدعى اخيرا الى اجراء عملية امنية لاستعادة السيطرة على المنطقة كانت دم وحده ناقوس الخطر فقضاء الشطرة خارج سيطرة الدولة منذ مدة بسبب النزاعات العشائرية التي حولت المنطقة الى ساحة حرب حتى استشهاد العميد في استخبارات قيادة عمليات سومر واصابة عدد من العناصر الامنية بالاضافة الى مقتل شخص اخر بعد تبرئته وخروجه من محكمة جنايات الشطرة اثر نزاع عشائري ايضا دات الكارثية اللي حصلت في قضاء الشطرة نتيجة نزاع عشائري بين عشرتين ادى هذا النزاع تدخل الجيش العراقي لفض النزاع ادى هذا الامور الى استشهاد عميد الاستخبارات في قيادة عمليات سومر كذلك اصابة العدد من الجنود الابطال ادى الى استشهاد واصابة من طرفين النزاع نطالب الحكومة المركزية بتجريد العشائر من السلاحات المنفلت مطالبات من قبل اهالي ذيقار باتخاذ اجراءات رادعة بحق المتسببين بالنزاعات العشائرية المسلحة وفرض هيبة الدولة حيث توقف النزاع بعد وصول قوة كبيرة من جهاز مكافحة الارهاب وقوات من عمليات سومر لفرض الامن في القضاء فيما تواصل القوات الامنية تنفيذ حملة دهم وتفتيش في المنطقة نطالب في بسط الامن في محافظة الذيقار والتخلص من هذه المرحلة النزاع العشائري في التخلص كامل وفي الوقت الحاضر توجد قوات امنية كثيرة العدد ما يقارب المعلومة العدي أبسط مواطن في محافظة الذيقار تتكون من 30 ألف جنجي مع قيادات لكن لا نتخلص في الوقت الحاضر من هذه النزاعات العشائرية ورغم مواصلة القوات الامنية محاولاتها فرض القانون فأن النزاعات العشائرية متواصلة والأسلحة المستخدمة فيها تتطور وتتنوع ما يشكل تحدياً حقيقياً للسلطات الامنية في المحافظة من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة في الملف السياسي أشار الصحيفة The National في تقريرها أن السفيرة الامريكية الجديدة لدى بغداد أينا رومانا فيسكي ستكون في مواجهة تحديات خطيرة في وقت تحاول فيه واشنطن التعامل مع مسألة فراغ السلطة في العراق والتهديدات الأمنية المتصاعدة من جانب إيران وحركة الاحتجاج التي تسعى إلى أحداث تغيير هيكلي في البلاد وفي تقريرها تحت عدوان عراق أكثر تعقيداً ينتظر السفيرة الأمريكية رومانا فيسكي اعتبرت الصحيفة أنها من بين المهمات الأبرز للسفيرة الأمريكية الربط شعبياً بين المواطنين العراقيين وبين الولايات المتحدة وتغيير نظرة بلادها للتعامل مع العراق من خلال سياسة لوم إيران فقط وأكدت تقرير أيضاً أنه خلال منصبها الأخير في الكويت شهدت العلاقات بين واشنطن والكويت تحسناً كبيراً إلا أن مهمتها في العراق ستكون مختلفة بشكل كامل مضيفاً أنها ستدخل وسط عملية صعبة لتشكيل الحكومة في المقابل أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الأزمة السياسية ستنفرج ويزول الإنسداد في حال تيقنت الأطراف والقوة باستقلال إرادتها وقال بارزان في تغريدة له على تويتر حينما تتيقن الأطراف السياسية باستقلال إرادتها وقرارها الوطني ساعتها تنفرج الأزمة ويزول الإنسداد السياسية بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسلو بارزان في لندن مع وزيرة الخارجية البريطانية لزتراس العملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة وناقش خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة بالإضافة إلى استعراض سبيل تعزيز العلاقات بين الإقليم وبريطانيا وكذلك تناول الجانبان العلاقات بين كردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حل المشكلات العالقة بين الجانبين بموجب الدستور أعلنت زارة الكهرباء أنها بصدد توقيع عقد جديد مع إيران بشأن إمدادات الغاز فيما أشارت إلى أن خطة الاستعداد لفصل الصيف بدأت منذ العام الماضي وقالت الوزارة أن وفدا سيزور إيران بداية الأسبوع المقبل وربما سيتم توقيع عقد يتضمن التزامات جديدة بين الطرفين من حيث ارتفاع الأسعار وانخفاضها مؤشيرا إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي بالشروع في خطة الاستعداد لفصل الصيف حيث تضمنت الخطة إمجاز الصيانات الدورية والإضطرارية وإدخال خطوط نقل كانت معطلة إلى خدمة في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم قضائي بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة لارتكابهم عمدا مخالفات بعقد تبلغ قيمته أكثر من 880 مليون دولار فيما أشرت إلى أن القضاء حكم بالحبس البسيط لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن مسؤولين آخرين في وزارة الكهرباء أقروا بارتكاب مخالفات في عقد مع إحدى الشركات العربية لتهيلي وتشغيل وصيانة محطة الدور الحرارية بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة مبينة أن العقد ما يزال ساريا لغاية الآن وأن الشركة المحال إليها العقد ليس لها أعمال مماثلة في الوزارة لافتة إلى أن الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة أكد أن الشركة هي شركة تجارية وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات بنى العراق محطات توليد للطاقة الكهربائية وأنجز مشاريع عملاقة وأنشأ مؤسسات مهمة بنى وأنجز وأنشأ لكن على الورق فقط فما يوقعه العراق مع الشركات العالمية يبقى مجرد حبر لا وجود لأثره على الواقع وإحدى هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية العراقية الصينية لتطوير حقول المنصورية الغازية التي تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لتوقيعها ولم تبصر النور بعد عام كامل يمر اليوم على توقيع اتفاقية تطوير حقول المنصورية الغازية بين العراق والصين التي بموجب بنودها يفترض استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتشغيل 1000 ميجاواط من التيار الكهربائي للمحطة وإنتاج غاز لبقية المحطات لأنها بقيت حبرا على ورق وما زال الغاز الإيراني يستورد لتوليد الكهرباء كان هناك اتفاقا واضحا بين الصين والعراق لغرض تطوير محطة غاز المنصورية واليوم المحافظة والعراق بأنبس الحاجة إلى هذا الموضوع أنا أعتقد هناك صراعا واضحا مواجليا بين أطراف داخلية وخارجية حول دخول الشركات الصينية إلى معترك الحياة الاقتصادية في العراق وهناك للأسف وجود رغبة من قبل الحكومة بصورة عامة أنه عدم التعاقد مع الجانب الصيني حصل مذكرة التفاهم أو اتفاق أول بهذا العقد اليوم كل المشاريع تقريبا وكل التعاقدات متوقفة فيها الحكومة المركزية يستورد العراق التيار الكهربائي والغاز الطبيعي من إيران وفي حال تم انجاز هذا المشروع سيستغني العراق من المستورد معتمدا على إنتاجه الذي سيوفر تيارا مستمران وبتكلفة أقل بكثيرين من المستورد الإيراني نؤكد أن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي سترفض محافظة ديالة وباقي محافظات العراق بالغاز الطبيعي بدل استيراده من الدول الجوار هذه نقطة ضرورية جدا والنقطة الأخرى التي يجب تركز عليها أن هذا المشروع سيفتح مجال لاستيعاب أكثر عدد من العاطلين على العمل آلاف فرص العمل يمكن أن يوفرها المشروع فضلا عن إنهاء هيمنة الخارج على ملف الطاقة العراقية التي تواجه أزمتان كل صيف على الورق هناك عراق مزدهر متطور مليء بالمشاريع وعلى الواقع ليس الحال بأفضل من هذا الوضع المترب المتصحر من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة أكد وزير النفط حسان عبد الجبار أن رابطة أصحاب محطات الوقود الأهلية العاملة في بغداد وعدد من المحافظات غير شرعية أو غير شرعية تسببت بأزمة للمواطني وجدد عبد الجبار في لقاء تلفزيوني تأكيده عدم وجود أزمة وقود وإنما تمر من بعض أصحاب المحطات الأهلية مشيرا إلى أن التمرد استمر لـ 6 و 30 ساعة فقط وبعدها عادت الأمور إلى نصابها تشهد الأنبار حركة تجارية واسعة عبر منافذها الحدودية الأربع إذ يمر من خلالها أكثر من 350 مادة دون دفع الرسوم القمرهية وهو ما يؤثر سلبا في اقتصاد المحافظة الأمر الذي يدفع الأنبار للمطالبة بحقها في تفعيل الضرائب القمرهية لتمويل حركة الإعمار يراها الفاسدون بابا لزيادة نفوذهم وأموالهم ويراها الساعون للإعمار موردا لإنعاش الاقتصاد وتحقيق النهضة العمرانية وهذا ما جعل محافظة الأنبار تطالب بتفعيل دورها في المنافذ الحدودية خصوصا أن هناك أكثر من 350 مادة تدخل العراق دون دفع التعريفة القمرهية لها وهو ما ينعكس سلبا على اقتصاد المحافظة في حال استمرار دخول هذه البضائع دون دفع الرسوم هناك مشاكل في إدخال المواد التي تدخل للعراق أكثر من 350 مادة معفية قمرقية هذا القرار قرار أعتبره مجحف يحتاج إلى مراجعة ودراسة حقيقية لأن هذه 350 مادة معفية عفاء قمرقي وهذه مجحفة في واردات الدولة وواردات المحافظة للأنبار أربعة منافذ حدودية مع ثلاث دول اثنان منها مع سوريا وآخران مع الأردن والسعودية وفي الوقت الذي ترجح فيه الكفة في ميزان المدفوعات للخارج في عملية الاستيراد فإن الرسوم الجمهورية للمواد الداخلة للبلد يمكن أن تعود بالنفع الكبير للبلد عموما وللأنبار خصوصا إذا ما كانت هناك خطة سليمة للتعامل مع المنافذ ووارداتها عندما تكلم عن محافظة الأنبار فيها أربع منافذ حدودية رئيسية تم تفعيلها من خلال مذكرات تفاهم مع دول الجوار من قبل الحكومة المركزية ونعتقد هذا شيء إيجابي إذا كان هناك نسبة الصادرات من العراق إلى دول الجوار أكثر من الواردات من دول الجوار إلى العراق فهذا يعني هناك نشاط اقتصادي متميز بالنسبة لهذه المنافذ أولا ثانيا فيها مردود اقتصادي ممكن يعزز الدخل المواطن العراقي بشكل عام وإضافة ذلك فرص أيضا للعمل لأبناء المحافظة تعتبر المنافذ الحدودية وجهة البلدان وموردا اقتصاديا مهما لذا أصبح من الضروري تفعيل دور الجمارك لتسهيل حركة البضائع ومنع التهريب تفعيل دور الجمارك وجعله الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق من سلامة إجراءات التخليص والرسوم الجمركية سيساهم في زيادة الواردات المالية للمحافظة والحد من عملية التلاعب التي تتهم بها المنافذ الحدودية من الرمادي إدريس يحيى قناة الفلوجة أعلنت هيئة النزاهة صدور قرار قضائي باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية كانت مهربة من قبل موظفة في أمانة بغداد وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأموال كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مستعارة فيما أشارت إلى أن الأردن أبدأ استعداده لتسليم نحو 6 ملايين دولار من الأموال التي هربتها الموظفة نفسها إلى البنوك الأردنية مبينتان أن هناك حكماً باستجن المؤبد صدر بحق الموظفة في شأن آخر عكست توقعات صندوق النقد العربي لشهر نيسان الحالي ارتفاعاً في معدلات التضخم في الدول العربية بينما توقع صندوق انخفاض التضخم في العراق خلال العام المقبل إلى 6.2% ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي فإن مستويات ارتفاع التضخم تعود إلى تأثير الزيادة في مستويات الطلب الكل ورفع معدلات ضرائب الاستهلاك في بعض الجول العربية والأثر الناتج عن انخفاض قيمة بعض العملات العربية مقابل العملات الرئيسية وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل التضخم للجول العربية في العام الحالي نحو 7.5% بينما بلغ نحو 5.7% في العام الماضي قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن تقرير البنك الدولي أظهر ننمو الناتج المحالي للعراق في العام الحالي هو الأعلى من بين مجموعة الشرق أوسطية عموماً ومجموعة البلدان النامية النفطية على وجه الخصوص وأكد صالح أن ما يتوقعه تقرير البنك الدولي هو أن معدل النمو في الناتج المحالي الإجمالي سيستمر بالنمو في العام القادم وأضاف صالح أن قطاعي الزراعة والنفط هما القطاعان الرائزان في المساهمة في هذه الزيادة الكبيرة في الناتج المحل الإجمالي ولفت إلى أن الوقت هو الأفضل لإحتواء البطالة وتعظيم التشغيل والتقليل من مساحة العوزة لسيما عندما يتم الدعم بتشريع القانون الطار للأمن الغذائي والتنمية إلى ذلك أكد الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن الترتيب جار للشروع بعملية التعداد السكان موضحا أن زيادة المواليد في العراق وصلت إلى نحو مليون ونصف المليون سنويا وهذا يعني عبور السقف المحدد هذا المشروع الذي طال انتظاره كثيرا بداية أن أقول أنه تعداد السكان العراق أو أعداد السكان العراق في آخر تقديرات من 2021 كان 41 مليون ومية وخمسين ألف نسمة كفة الرجال أو الذكور 50.5 والأناس 49.5 بالنسبة نمو سنوية 2.6 حتى وسجلنا في عام 2020 مليون وميتين وخمسين ألف ولادة وفي 2021 سجلنا مليون وميتين وأبعة وثمانين ألف ولادة يعني عبارة السقف المحدد اللي هو مليون سنويا وكحد أعلى وثمانمائة ألف كحد أدنى الجهود متواصلة الآن لإنجاز التعداد أو تنفيذ التعداد العام للسكان في العراق حقيقة كنا نعمل أن ننفذه خلال هذه السنة ولكن سبب تأخر الموازنة وعدم تشكيل الفكومة لحد الآن ربما سيؤخرنا إلى العام المقبل نحو ربع قرن على خروجها من خطط التصميم العمراني بغداد أصبحت مدينة بلا تخطيط لتعمها الفوضى فيما تتبرأ منها الجهات المعنية لتدرأ كل جهة أو المسؤولية على نفسها فالعاصمة لا يعصمها من واقعها الفوضوي أي تخطيط نحو ربع قرن ودرة الأمجاد وحاضرة العرب خارج الحضارة فعاصمة العراق بغداد أصبحت منذ أكثر من عقدين من الزمن خارج تصاميم التخطيط العمراني سياسات خاطئة حولت العاصمة إلى مدينة فوضوية ومشوهة لعدم وجود تجديد عمراني فيها وانتهاء صلاحية التصميم الأساسي لها منذ عام 2000 لم نرى أي تغيير بل بالعكس زادت من النفايات المكدسة تلوث مياه دجلة تلوث الأنهر الحزام الأخضر لبغداد تلف بالكامل طبعا هذه أشياء تؤدي إلى تراجع البلاد وأيضا بلاد حضارتها أكثر من سبعة آلاف عام منبر للأنبياء والأوصياء والأولياء واقع العاصمة يحمل الحكومات المتعاقبة طوال هذه السنوات مسئولية كبيرة مسئولية تبرأ منها جميع المعنيين بها فوزارة التخطيط أكدت أن المسألة خارج صلاحياتها وإنها من مسئولية وزارة البلديات أما البلديات فنفت ذلك مبينة أنها ضمن مسئولية الأمان العامة لرئاسة الوزراء التي أعادت إلقاء المسئولية بدورها على عاتق التخطيط والنتيجة تبقى تصاميم بغداد منتهية الصلاحية الحكومات الحالية وحتى الحكومات السابقة هي لم تتعامل مع حجم الدمار الذي حصل للتصاميم الأساسية في مدينة بغداد أصبحت مدينة بغداد مدينة صعبة المعيشة فيها صعبة جدا وكذلك طرقها قديمة ومتهالكة بغداد في الحاضر تعتبر مدينة لا تصلح للعيش بحسب تقارير أممية كون عدد سكانها يفوق الطاقة الاستيعابية لمساحتها الجغرافية مع افتقار القائمين عليها لسياسة التوسيع وبناء المجمعات الاستثمارية على حدودها الجغرافية لذلك غالبا ما ترى بغداد مزدحمة سكانيا أنس يوسف قناة الفلوجة بغداد أكدت وزارة الصناعة وضعها خططا قصيرة وطويلة المدى لعادة تأهيل وتشغيل 83 معملا ومصنعا متوقفا في البلاد مشيرة إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بنحو 16% ولأول مرة في الوزارة منذ العام 2013 وأوضح خبراء اقتصاديون أن ما تمت معالجته خلال 19 عاما يقدر بنسبة 5% مبينين أن مصانع الإسمنت أكثر المصانع المفعلة والمنتجة كون سوقها ما يزال موجودا وأشاروا لأن استثمار المصانع ومواقعها تعود للحكومة التي بدورها تعتزم إعادة العمل بها عن طريق استيراد المكائن الجديدة فضلا عن إحالتها إلى الاستثمار وأكدوا أن قانون الاستثمار مجحف بحق الدولة ولا بد من إعادة كتابة وصياغة القانون بطريقة تحمل مستثمر وتحدد عمله تدخل في تركيبتها مواد سامة حتى النفط الأسود والزرنيخ أحيانا ظاهرة تعرف شعبيا بالسقوة تسببت بوفاة العشرات من أطفال الفلوجة فيما يبذل أطباء الأطفال قصارى جهدهم لإنقاذ أرواح حديثية الولادة ونشر الوعي بين الأهالي للابتعاد عن استخدام تلك المواد تتحدث الكوادر الطبية هنا في مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال عن إحصائيات وفاة كبيرة بسبب ما يعرف شعبيا بالسقوة تعطى لحديثي الولادة من قبل بعض العطارين ظنا منهم أنها تعالج أمراضا معينة لا يكاد يوم يوم إلا أن تأتي ثلاث أو أربع حالات من التسمم بالسقوة وقسم من هذه الحالات تأتي متأخرة جدا بحيث تأتي بوضع لا يمكن للأطباء إنقاذ حياة المريض وأدت إلى وفاة كثير من الأطفال يعني لا يمر يوم إلا وهناك حالات من التسمم في السقوة أذكر آخر أحصائية وصلتني كان بيوم آخر سبوعين توفى أربع أطفال وطبعا هذه السقوة المشكلة تؤدي إلى فشل بعض العضاء وخاصة الكليات فضلات الحيوانات والنفط الأسود أبرز المواد المستخدمة في تركيبة السقوة فيما تبذل الكوادر الطبية قصارى جهدها لإنقاذ أرواح الأطفال ونشر الوعي بين الأهالي لإبتعاد عن تعاطي تلك المواد السامة دائما اللي يروح على موضوع السقوة يروح على أم السقوة يجينا متأخر أنه السهال بسيط مثلا ودوا على أم السقوة شربتها هذه المواد يجينا عند أكثر الأحيان يجينا فشل كيلوي خاصة الفشل كيلوي اليوريا مالتا تصعد فوق المية جفاف شديد بعض الأحيان نستطيع أن ننقذهم في الطوارئ بعض الأحيان لا يجون متأخرين يعني مثلا ذاك الاثنين كان أربع حالات موجودة بالمستشفى السقوة من سمعنا أحد الأخوة يعني يا بشين السقوة قال نوبا الزفت زبنيخ يعني أكتج لكم الله مياها آسنة حليب الكلب يعني هاي في الشي مصيبة على الرغم من تقدم العلم فإن عدم الوعي لدى بعض الأهالي دفعهم إلى قتل أطفالهم بمواد قد تكون مجهولة المصدر أحيانا من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة من بين 365 يوما في السنة يقضي العراق 272 منها تحت غضب الصحراء وعواصفها الترابية الخانقة فيما يمثل التصحر والجفاف خطرا حقيقيا على إمكانية العيش في البلاد في ظل العجز عن تطبيق الحلول سماء الصفراء ووجوه مغبرة وصحراء تتسع على مدار العام فالعراق يواجه غضب الطبيعة وعواصفها الترابية الخانقة وفي الوقت الذي تعرب فيه وزارة البيئة عن قلقها من التأثيرات السلبية لاستمرار العواصف الترابية تعيق العقبات المالية والأمنية والسياسية إمكانية توسيع الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء في عموم البلاد تسببت العاصفة الترابية الأخيرة بمصرع أربعة أشخاص وإصابة أكثر من مئتين آخرين بالاختناق أما العاصفة التي تمر حاليا فقد تسببت كسابقاتها بإيقاف حركة الملاحة الجوية وما دام الإهمال البيئي والزراعي متواصل فإن الأزمة متواصلة أيضا إذ تحذر دراسات من أن عدد الأيام المغبرة ارتفع من مئتين وثلاثة وأربعين يوما إلى مئتين واثنين وسبعين يوما في السنة لفترة عقدين من الزمن يمثل إنشاء الحزام الأخضر حول المدن أهم الحلول للحد من التصحر وأثاره القاتلة إلا أن ما يشهده العراق هو العكس حيث انحسرت مساحة الأراضي الزراعية إلى ثمانية عشر مليون دونم من أصل اثنين وثلاثين مليون دونم كانت مزروعة في السابق بسبب الجفاف والخفاض مناسب المياه جراء التجاوزات الحاصلة على مصادر الأنهار من دول المنبع مما تسبب بموجة جفاف غير مسبوقة بلغت ذروتها خلال العامين الماضيين مسببة دمار آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية فيما سبق لوزارة الزراعة التأكيد على حاجة العراق إلى خمسة عشر مليار ومئتي مليون شجرة بالإضافة إلى جهود متواصلة ومتابعة مستمرة لتحويل الأراضي الجرداء إلى خضراء محافظة تحتوي على آثار تفخر بها الأمة العربية والإسلامية وتضم مدنا تعد من حواضر العرب لكنها تعاني إهمالا كبيرا وتجاوزا على المناطق الأثرية مما ينذره بخطر محدق بتاريخ العراق آثار لا تقدر بثمن وتاريخ تتفاخر به الأجيال يتعرض لإهمال كبير وتجاوز دون حسيب أو رقيب بل إن الأمر وصل إلى ترك مواقع أثرية وطمرها دون حماية فيما وصل عدد المواقع المكتشفة إلى ثمانمائة وسبعة وعشرين موقعا في عموم صلاح الدين دمج الآثار والسياحة في وزارة الثقافة جعل تخصيصات الآثار تذهب إلى الثقافة وما لحق بذلك من فساد إهمال هذه المناطق الآثارية دون أبسط ما تقدمه الحكومة من ترميم وحماية وتنقيب بصراحة موضوع دمج هيئة الآثار في وزارة الثقافة ما قدمه لا أخر شيء بالعكس أصبح الإهمال بموضوع الآثار بشكل أكبر مما كان سابقا للأسف ملفات الفساد التي في المحافظة أيضا طالت ملف الآثار وعدم الاهتمام بها وحتى في بعض المواقع الآثارية التي غير منقبة أكاديميون ومهتمون بالآثار وجهوا دعوتهم إلى الحكومتين المحلية والاتحادية لتفعيل دورهم الرقابي وتخصيص مبالغ كافية تليق بهذه المواقع المهمة للحفاظ على جزء كبير من تاريخ العراق خوفا من ضياعه العديد من المواقع الأثرية لم يتم العمل بها وهملت وتركت عرضة للسراق فتوجد أموال وتوجد تخصيصات لكن لا يوجد تنفيذ تلك المشاريع التنفيذ فيها متباطئ جدا فناشد الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ تلك المشاريع الخاصة بالتنقيبات وفي الثقافة تلقفتها يد الفساد بمشاريع ينخرها الفساد ومنها مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية الذي أصبح نقمة على سامراء من صلاح الدين عبد المنعم الويسي قناة الفلوجة ختام هذه نشرة نذكركم بيهم ما فيها بين فراغ دستوري وتهديدات إيرانية واحتجاجات شعبية عراق أكثر تحديا ينتظر سفيرة واشنطن الجديدة لدى بغداد تسببت بإخلاء مئات القرى منظمة الباككة الإرهابية مصدر خطر أمني وإنساني على العراقيين ودعوات لإخراجها هربتها موظفة في أمانة بغداد إلى مصارف وحسابات عربية هيئة النزاهة تسترد 9 مليون دولار من البنوك اللبنانية